أستاذ أحمد يعني بوتين وروسيا يعيشون حالة الحرب فيما القرى الأوروبية تتحدث عن كأس العالم وعن دوري أبطال أوروبا وعن توزيع جوائز زبست وحبيبك يعني ليونيل ميسي يحصل على جائزة أفضل لاعب في العالم ماذا تقول عن هذا الأمر ونحن نتابع حبيبك الآخر أيضا رونالدو في الدوري السعودي يصول ويقول إذن بوتين وروسيا في وادي والقرى الأوروبية في وادي آخر وهذا من حسن حظة البشرية أنت لما يكون عندك رئيس أنت انتخبته مهما تخطئ في اختياره ما بيكون مثل الحاكم المستبد أخطاء الحاكم المنتخب مهما تكون فضيعه والحكام المنتخبين بيعملوا عماية لسودة يعني ماكرون أنا قلت أهبل عن بوتين مش هقولك رأيي بماكرون أسوأ من هيك ولا بترامب ولكن بيبقى أخطاء محدودة الضرر على الدول الديموقراطية محدود قلت لك مئة وخمسين مئة وخمسين يورو بالشهر يعني ولا حاجة أنت عارف مباراة كرة القدم بين ريال مدريد وبرشلونة تمن البطاقة كان أربعمائة دولار يعني خسارة مالهة كيمة مباراة الدولة الإنجليزية بنفس السعر وعادية أنا هادي شتريتها ما شفت شيء من الملعب يعني كان مكان كتير سيء يعني أنا كنت مبسوط بالملعب بس وما شفت الجول حتى لأنه ملتهي بأشوف الجماهير وأشوف الملعب ومتأخذ على الآخر يعني ما شفت الجول أربعمائة دولار فلما تقولي المواطن الأوروبي زادت عليه فاتورة الغاز مئة وخمسين يورو أو مئة وخمسين دولار يعني لا شيء يعني ولا حاجة بينما الروسي عم يدفع دم عم يدفع دم وبعدين اقتصاده زي الزلزال في حد عم يضرب فيه لسه ما وقع بس الضرب متواصل ضرب 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 صحيح حيوقع في النهاية